من اللعيبة اللي اللي طبعا لبسة وتيشارت النادي الاهلي وكام كابتن النادي الاهلي وعض تاريخ النادي الاهلي من حالة ناشري محالة الفريل الاول اه وهو واحد من حراس النادي الاهلي طبعا اللي كان ليهم دور كبير جدا من بطولات نادي الكابتن امير عبدالحميدة كابتن امير براحب حضرتك 杭ayR as cout laughable Ali come to goabbla وعلى امير some contained this حبيب قالت وحشك جدا يا بشمهندس أنت اللي وحشنا أمير ربنا كريك يا بشمهندس واحد من أنظف الشخصيات وأرقاها اللي واحد عمل معاه في الوسط الرياضي كابتين أنا عارف طبعا حرك لك دور مهم جدا في النادي الأهلي وغيابك الفترة الأخيرة خلال 23 سنة تقول أكيد أثر بالسلغ بالنسبة للصفقات الموجودة في النادي وحرك خبرة جدا 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 يمكن حرك يعني زي ما يقولوا كده مرديني على إيدك كمان من وانا عندي 14 سنة دي انت صح فيها الأولانية يعني طيب كان حضرتك طبعا لك دور كمير جدا معنا كنت انتباعنا جدا جدا وحنا صغيرين ناشتين وكنت تتنبأ لي أن أنا عبقى أقول النادي الأهلي في مستخد مصر الحمد لله يعني زي حصل وأكيد خبراتك موجودة جدا في النادي الأهلي وبصوتك واضحة وكل الناس بتتكلم عليها وزي ما قلت قبل كده غياب حبوبك في الثلاثين سنة دول أكرت السلبة على النادي في الصفقات اللي موجودة طبعا الناس اللي كانت موجودة قبل كده جابوا الصفقات بس مش بنفس الكمية اللي موجودة دلوقتي بنفس النجوم اللي موجودة اللي احنا كنا محتاجينها في الصفقات أول حاجة عشال الناس تفهم برضو يا برش مهندس إن حاجة لما جيب صفقات جيبت ناس أولا بتحب النادي الأهلي هو ده أهم حاجة ده أهم حاجة فعلا كل واحد فيهم جاي رامى بياضه على حبه لنادي الأهلي عارف قيمة النادي الأهلي يعني واحد باحثين الشحات يتنظر عن ملايين حتى نيضي التشجر كلهم والله من هو صغير يلا عكاس عن الأندية وعنده احتراف وعنده تفاصيل والولد لسه على مبدأه إنه هو من هو صغير صح فدي حاجة طبعا ده شمهندس أكيد نسك بيدي وسطانون إنه عارف المتاريال بتاعة دعيد ده حسين الشحات باسمه ونجوميوته الأخيرة وحبه للنادي الأهلي أكيد يبقى ليه دور رمضان صبحي إنه هو ابن النادي الأهلي إنه هو بيحب النادي الأهلي عارف يعني إيه تشيرت النادي الأهلي إنه هو يسيب بإنجلترا ويسيب كل حاجة عشان خاطر النادي الأهلي فدي حاجة ده اللي إحنا عايزينه لأنه النهاردة عديد نجوم تحب النادي الأهلي تتموت نفسها عشان خاطر النادي الأهلي وبقيت اللعيبة الموجودة وطبيعي خلي بالك في الأول في الآخر كل اللعيبة نصر سنة تبع في النادي الأهلي ده وضع طبيعي لكن النهار ده ما جاء اختار واحد بشمهندس عادي عنده خبرات كبيرة جدا وكان طبعا طبعا وحسام غاني والنادي كتت موجودة برضو ببطبع بشمهندس طبيعي ان انت النهار ده ما تجيب صباقات دي زي دول لعيبة خلي بالك انت عندك برضو كتن الخطيب رئيس النادي عنده رؤية فنية عندك قبل إستطارة محترم أكيد كل الناس ما تاخدش قرارات عشوائية النهار ده لما يجي بشمهندس موجود فأما يجي قرار ان احنا في رؤية فنية بنسبة البعب بشمهندس يروح بنفسه يخلص ينتابع الحاجاتي مهمة كتن ومش اي حد يعمل ده فانا بصراحة يعني اندخلت المدخلة دي عشان طبعا اشكر بشمهندس على مهود الكبير اللي هو يعني احنا عايزين نسفيد بخبرو لسه كنت لسه بشمهندس في شعورك وانت اول مرة لبس الفانيلا بزبط احنا كنا عايزين نسألك كابتن امير بصراحة وراحب بك طبعا في البداية وانت بحكم اهلويتك الكبيرة كنت بتقول كلام مهم طبعا في اللحظات اللي فاتي دي لكن برضو اللي عايز اسألك فيه في السياق الحلقة النهاردة وهو ذكريتك مع الفانيلا الحمراء انت طبعا كلاعب لك ذكريات كبيرة وعظيمة في حصد بطولات عديدة للنادي الاهلي لكن سواء كنت مشجع في البداية وبعدين كنت أحد ناشئ النادي الاهلي ايه ذكرياتك بشكل عام مع الفانيلا الحمراء اصر امير انا امكان انا اول حاجة انا من اصر احلوية كتا تمام ثاني حاجة انا ازا ما تقول اولادتي كده راح تدخل على النادي الاهلي اخوية كبيرة مجدني طبعا كان ليه دول كبير كده في اللي انا ادخل النادي الاهلي هو كان مول في النادي الاهلي وهو في الناشئين فهو كان دولته طبعا كان حسد الدراسة كان والدي كان متماسك بالدراسة الله ارحمه فهو شاف فيه ان انا عندي موهبة فقالك ان امير هيعوض المفير بتاعي او الطريق بتاعي هو كان شاف فيه موهبة فانا صغير جدا انا دخلت النادي الاهلي وانا عندي عشر سنين او تسع سنين فعارك عندي النادي الاهلي وخلي بالك امير انا النهاردة الحمد لله انا مست مدير فرع اكاديميس النادي الاهلي بالظبط انا مش بشتغل في النادي الاهلي انا مش مشتغل في النادي الاهلي انا بغض من النادي بالاهلي مم يعني انا داخل بغض من النادي الاهلي وكل كياني ولا بصص للتلوس ولا بصص لأي حاجة أنا بالنسبة ل النادي الاهلي ده او پاسرتي وعنتي انا اول ما اتولاد يا دوب كان سنة ورحت داخل مم لchtsように الولاد دلوقتي انهم عندهم اكاديميات ممكن ولد يدخل وعند أفعصيين خمس سنين يدخل الأكاديميات لكن إحنا الظروف تعيسها كانت صعبة جدا أن تدخل النادي الأهلي عشان تدخل النادي الأهلي لازم تموت سفتك وتكون حبيب النادي فأنا أظهار جدا أنا ما أشوفت يعني أنا بصراحة العكت في أندية كثيرة جدا والعكت هو منتخب مصر من خلال أندية دي ومن خلال نادي الأهلي لكن طبعا النادي الأهلي مختلف تماما قيمة كبيرة جدا الاختلاف في إيه يعني يا كابتن أمير بقى قلنا أنت أكيد كان عندك تجارب عديدة طبعا كنت متوجد في النادي الأهلي الفترات كبيرة جدا وكان عندك تجارب في بعض الأندية في الدورة المصرية الفرق إيه ما بين أنك تكون لعيب في النادي الأهلي واللعيب خارج النادي الأهلي بعد ما ضوء تطعم الفينيلا الحمر بص أنا زي ما قلت لك أنا النادي الأهلي بيتي عارف أنت تدخل بيتك وتتعود على بيتك وعارف كل حاجة في بيتك ومن تحت بيتك تماما دي برضو مش فهلا وده هتعمل لما تكون انت ابن النادي وانا من ولاي فغير في النادي طبيعي ان انا لما نعمت прошنين طويلة في النادي الاهلي ارثت ايه في النادي وارثت كل حاجة في النادي الاهلي وقالني ايه كان جديد للت الناجو بتاعناد الاهلي كانت قديمة جدا طبعا ودلوقتي احنا بنعرف بلولد الصغير في المهتدمية أو في بصع اللي هو صغير يعني ايه نادي الاهلي يعني انت لازم تبقى انت فعل بشكل فعل من عندك ماتش لازم تسببق المكسب بتبتأ البطولة. ومن هنا تغير الحمد لله واخد على البطولات. يعني انا اه campaign احنا اتواخد اهم اهم وسام في خطبت العلم للاندية. بتضطط مركز التالت بروزنسية. يعني يشوف حلقة بشمهم الحلقة كنت معنا طبعا يحاكر الاحداث دي. انا انا اخذت الحد لما على النادي بازını احناف ilk afro mutia. القادمة العلم الاندية. تالت العلم انا كنت تلعى عبدالة عام بشارك. كنت واحد مستمتع ان كمان فقدر ان انا مستمتع باخد البطولة ان انا بانفع اسم النادي الاهلي انا وزميل المقودين والادارة وكل المسؤولين نرفع اسم النادي الاهلي عالميا من كافة العالم الاندية كل العالم بيتفرج عليه يعني انا من هده نفضل بيزة ما يعرفني من خلال كافة العالم الاندية لان احنا لابنا درشلنا بعديها في مصر هو النادي قارفني من كافة العالم الاندية. تمام. البوفون لما اتكلم عليا اتكلم عليا ايه من خلال اه من خلال كافة العالم الاندية. ابو تريك لما كان محصوص في الفقاعة البيئة دي مع ميسي ورونالدين والناس دي كلها من خلال النادي الاهلي. ان هو رفع اسم النادي الاهلي. صح صح. حاجة انت موجود في النادي الاهلي دي قيمت بينا جدا. آآ طبعا محترام كامل للاديه اللي عبتت بها. آآ انداء محترم على كل حاجة. واللي هي طبعا بكرارات جميلة. ولكن انا في الاخر زي ما اقول رجعت البيتي. هو النادي الاهلي. آآ فيه فرق جيد جدا جدا جدا. بين النادي العرب من اي نادي تاني محترم كامل الاندية. وده اللي هيحس بيه واحد اتولد جوال نادي زي احد مفتاح التصوير الاول. ومعان ان انت مم انت صغير تتدرك في الناشئين لحد في الاول تيش طعبة جدا مستهلة. مم. فهرجع لحسس انه اه اه باش مهندس انه اولا ما يجي يجيب. اولا باش مهندس دا قاله يعني اسمين طويلة وخبرات كبيرة جوال نادي. فعارف يعني اجيب صفقة. هو اخلي بالك. وممكنكم يتعرض عليه. كذا لاحظ. باش مهندس ومجلس ادارة يجيب صراحة دعينهم ومعارفين. عارفين من اللي يدخل النادي. عارفين من اللي يخيد النادي. عارفين من اللي بيحب النادي. انت كده يعني. انت كده. يعني بتحرجني لان انا عارف ان ابتعزيني. وبتتكلم عليا كلام ارجو ان اكون استحقه باذن الله. لكن طبعا يعني ده كلام. ده كلام كتير. انا بس رائع كل الناس. تمام. احنا كابتن امير طبعا من شكرا جزيلا. هذه المداخلة الهمة جدا من احد ابناء النادي الاهلي طبعا كابتن امير عبد الحميد. لعب وحارس النادي الاهلي السابق.